طيب ايه البرج اللي ما يختلفش عليه اتنين او الابراج اللي ما يختلفش عليها اتنين مفيش برج يسوس ما بيختلفش عليه اتنين خالص مفيش بني ادم مش برج مفيش بني ادم ما بيختلفش عليه اتنين ده فيه بني ادم من كتر ميزاته بيثير الحسد ناس تحسده وتحقد عليه فتلاقي تلعت له حاجة بحد يختلف عليه فانا معترضة جدا ان طبعا الكمال اللي هو واحده مفيش برج أكيد بس يعني اللي بيبقى محبوب من الجميع مثلا معنى اللي احنا لسه أيلنهم دلوقتي اللي هو طبعا الميزان باجتماعيته الدلو السرطان الجوزاء دول ليهم طريقة كده ليت حسستك ان ايه الدنيا مش مستهلة تديكي طاقة التفاؤل لكن هتلاقيهم برضو بيختلف عليهم اتنين هتلاقي السرطان بطبط ودعمه ده بيختلف علي اتنين هتلاقي الجوزاء بيختلف علي اتنين هتلاقي الدلو على قد العطاء اللي بيعمليه يعني صراحة انا ما شفتش اللي هي الاتفاق التام على بني ادم طيب الابيض والاسود اللي هو زمان اللي هو الزوء القديم انا من الناس دي معرفش بقى ده برج السرطان ولا ده تركيبة شخصية فهيه اللي ابراج اللي هي بتحب تعيش اجواء زمن الابيض والاسود وبتكره التكنولوجيا طبعا السرطان فعلا طبعا جدا والثور برج الثور تقليدي وروتيني ويحب الابيض والجدي يا جماعة الجدي من الناس اللي بيشدها الاجواء القديمة بالعبق القديم والعذراء لو قالت الزمن ترجعني الثلاثة الترابيين الثور والجدي والعذراء وحطي معاهم السرطان من الناس اللي بيشدهم جدا العبق التاريخ والابيض والسود استمتعوا جدا ان هما يعودوا قدام فيلم ابيض والسود كده طب فيه ابراج بتحب الوحدة او ما بتحبش الوحدة فمستحيل تهدد بالبعد والفرق بس يا سهير طبعا اللي متهددهمش بالانسحاب دول ممكن مش بيحبوا الوحدة ممكن يكونوا عندهم القوة الكافية انك ما تهددهمش اللي هو مثلا انتي جيت النهاردة هددتيني بالبعد والانسحاب وانا اصلا برج قوي زي العقرب هو برج قوي لو جيت يؤتي جاهنا حاسيبة لان العربي ما تهددهデاش بالانسحاب بالانسحاب على رأيها بس بيش عشان بيحب الوحدة عشان هو اصلا برج قوي مستغني مستغني لكن الابرج اللي بتحب الوحدة دي حاجة لكن المستغنية ما تهددهاش بالانسحاب دي حاجة يعني أنا عايزة أقولك هيا الجوزاء عشان متقلب وعنده كذا شفت فلو جيتي انسحبتي من حياته ولأ حيلاقي بدايل وحيلهي نفسه بالسفر ومع الناس وما تهددهوش بالانسحاب لأ حيلاقي بدايل وحينفض هدومه وحيدخل في بدايل عنده بدايل كتير بيعرف يخلق لنفسه البدايل اللي بعقرب وجوزاء ما تهددوش بالانسحاب والقوس والقوس والأسد قوي جدا الأسد بكرمته بعزته ولو جيتي قلت له باي باي أقولك مع ألف سلامة ويقف الباب وراء الباب اللي يفوت جمع فالأسد قوي القوس متغير ومدجدد مش هيحس بيكي الجوزاء حيتعافى بسهولة مين بقى اللي بوحدته أو يقدر يعود لوحده بيستمتع بوحدته السرطان والحوت يقدروا يستمتعوا بيخلقوا من الوحدة دي يعرفوا يقروا يفكروا ينتجوا لكن يستمتعوا بالوحدة فدول يقدروا برضو ينسحبوا ويتعافوا بس بالإيه بالوحدة فيه دول التانين يتعافوا بالقوة بالقوة ففرق المتهددش بالإنسحاب ناس قوية ومتهددش بالإنسحاب ناس متصالحة مع وحدتها ليه اتنين متهددهمش بالإنسحاب والصور قوي متهددهش بالإنسحاب عينها زي جدا وبيعند على نفسه الصور من الأبراج اللي بتعند مع نفسها يعني لو جيت يقولت لها باي باي هتقدر حتى لو ضعفت هتضعف مع نفسها ومش هتوريكي ضعفها وحتضغط على نفسها جامد جدا وتستمتع بوحدتها أو تتعافى على القصة ترجمة نانسي قنقر